اشتركوا في القناة حيث اضاف ان ما يجرى في طرابلس واجرى فزليتا وجنزور وغيرها من المناطق هو نار تتنقل وبؤر تتوتر وتشتعل ما ان تخمد في مكان الا لتشتعل في مكان الاخر ايضا قال فضيلته ان ما يجري في بلادنا سببه احدى ثلاثة فالاولى هم سياسيون ونخب ينمون على المعاصي ويصبحون عليها كالخمر والفجور وسبو الدين واكل الحرام وبيع الدين والاوطان للاعداء بعرض من الدنيا واما الثانية فهي التخلي عن المظلومين والمستضعفين في بنغازي وتركهم لالة البطش المتعددة الجنسيات سواء كانت محلية او مرتزقة او حتى دولية واضاف فضيلة المفتي ان ثالث المبقات التي هي من سبب بلائنا استهتار الكثيرين بمحرم الله بين منتهك وساكت عن المنكر الا من رحم الله معتبرا ان هذا من الظلم للنفس والكفر بالنعم الذي اخذ الله به الامامة من قبلنا دعينا الى العودة لله وترك المعاصي والمبقات ليصبح حالى البلاد والعباد صدت قوات مجلس شرث وربني غازي سبت محاولة لتقدم مجموعات ما يعرف الكرامة صوبة تمركزات المجلس في محور العمارات الصينية مصدرنا من المجلس ذكر ان قواتهم تمكنت من اطاب ناقلة جنود في ذات المحور مضيفا انهم تمكنوا من قنص احد الجنود التابعين لمجموعات مجرم الحرب حفتر في العمارات الصينية هذا يشهد المحور الغربي اشتباكات وصفت بالعنيفة منذ ما يقارب الشهر تحاول فيها مجموعات ما يعرف الكرامة تحاول السيطرة على عمارات 12 أفد مركز السراية بتجدد الاشتباك بين قوات شورة ثوار من جهة ومجموعات ما يعرف الكرامة صباح الأحد في المحور الغربي الذراع الألام لشورة ثوار بن غازي ذكر أن قواتهم تمكنت من أطاب مدرعة وقتل من فيها فيما قتل أربعة جنود تابعين لمجموعات مجرم الحرب حفتر إثر الاشتباكات وأضاف المركز أن ميليشيات تشن هجوما عنيفا على العمارات الصينية تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة إلى الخبر الأخير في هذا الموجز حيث أصيب أمير الكتيبة الثانية الصائقة تابعة لمجموعات ما يعرف الكرامة أن قيبة محمود الورفلي جراء انفجار سيارتنا أثناء مرور موكبه في منطقة الهواري وحصب مصادر من مدينة بن غازي فإن التفجير الذي استرف نقطة تفتيش بالهواري أثناء مرور موكب أمير الكتيبة الثانية صائقة أسفر عن مقتل اثنين من الكتيبة وإصابة سبعة آخرين من بينهما محمود الورفلي ونصر الدريسي وونيس العبارة وأحمد العريبي يذكر أن محمود الورفلي هو أمر محاور القتال التابعة لمجموعة صائقة غربية بل غازي في ختم هذا الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة